التطورات الإيجابية في بورصة مسقطة جاءت وسط توقعات بارتفاع نتائج الشركات المدرجة للربع الأول من هذا العام حيث دفعت عمليات الشراء الانتقائية على عدد كبير من الأسهم إلى تخطي المؤشر الرئيسي للبورصة مستوى 4180 نقطة قيم التداول هي الأخرى شهدت نشاطا اقتربت من 6 ملايين ريال عماني لتصعد القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى 22 مليار و160 مليون ريال عماني كان مؤشرات فوتسي راسل وأمس سي آي الدوليين قد أعلن أنهما سيحذفان الأسهم الروسية المدرجة في المؤشرين مما يعني مزيدا من انتقال استثمارات إلى الأسهم الأخرى في المؤشرات التي تضمن أيضا بعض الأسهم الخليجية كذلك فإن زيادة أسعار النفط التي أصبحت الآن أعلى من الإرادات المتوقعة في الميزانية لدول مجلس التعاون الخليجي وتخفيض معظم القيود المفروضة لجائحة كورونا سيؤدي إلى دعم أسواق دول الخليج بشكل أكبر وقد بدأت الهيئة العامة لسوق المال خلال الربع الأول من العام الجاري استقبال طلبات إنعقاد الجمعيات العامة السنوية لهذا العام التي تمثل السلطة العليا في هيكلة إدارة الشركات وذلك لما تتمتع به من صلاحيات واسعة تتمثل في حق المساهم بالإضافة إلى قياس مدى كفاءة أعضاء مجالس إدارة الشركات ألقى الصراع الغربي بضلالها على الأسواق مما زاد من حالة الغموض والذي أثار مخاوف من تباطئ النمو وارتفاع التضخم على المدى الطويل عالميا وتجاوزت أسعار الخام الأمريكي 115 دولار للبرميل الأسبوع المنصر والتي كانت أعلى مستويات لها منذ 2080 بينما شاهد أيضا ارتفاع في أسعار السلع الأخرى وقد شهدت الجلسة ارتفاعات ونشاطا ملحوظا لمعظم الأسهم الاستراتيجية وأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث شهد سهم الشركة العمانية لخدمات التمويل تداولات جاوزت أربعة ملايين وأربعمائة ألف زهم وفي القطاع المصرفي تصدر سهم بنك مسخط الأكثر تداولا من حيث القيمة بقيمة مليون وثمانمائة وسبعة وثلاثين ألف ريال عماني ارتفاع أسعار النفط يدعم الموازنات الخليجية ومنها ميزانية سلطنة عمان مما ينعكس إيجابا على نفسية وتعاملات المستثمرين وهو ما نراه حاليا في حركة البورصات من نشاط إضافة إلى ذلك فإن التحركات الحكومية والمراسيم السلطانية بإنشاء مناطق حرة في مطارات مسخط وصلالة وصحار سيسهم في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة سعود بن سعي المعولي مسخط ترجمة نانسي قنقر